سألك سؤال جيب بالي دلوقتي مالوش عضاق بالليحن نتكلم فيه تكلم هادي ومهزب كل أصدقاء بيتحدثوا عنك كده إنك هادي ومهزب وراجل شيك يعني في تعاملاتك ليه في الملعب كنت عصبي؟ ليه في الملعب كان ليه مواقف؟ يعني حتى أنا مقابلتك دلوقتي كيانا وأنا بمعاك في الحوار الحوار هادي يعني ما فيهوش أي مشكلة وهو في الملعب دايماً فيه ضغط نفسي وعصبي إن انت دايماً عايز تكسب يعني الجمهور ده ما بيبالش أجرب بمكسف فدي يعني بتخليك مش متوتر بس دايماً أعصابك مشدودة يعني فممكن لو حاجة أنا هزبط فيها أعصابي برا الملعب في الملعب ما قداش هزبط فيها أعصاب بسبب أن انت مشدود يعني فممكن يطلع منك مواقف أو اتنين كده ما يعجوش الناس أيوة وأنا قلتها أكتر من مرة إن فيه مواقف لو قررت مئة مرة مش عملها المئة مرة زي إيه؟ كتير يعني مثلاً زي النزولي مثلاً في مطش الإمارات أو دي أنا يعني الحاجات مع كابتان حسام غاليو أنا الحاجات ديت لو قررت مليون مرة أنت لواحد لما كبر برده أنا كان عندي إيه؟ 23 و 24 سنة السن بيفرق برده أنا دلوقتي عندي 24 و 30 سنة لما أقعد أفكر في الحاجات دي لا الحاجات دي لو قررت مئة مرة مش هستحسن وفيه حاجات لو قررت مئة مرة هعملها يعني وأنا عندي 20 سنة وأنا عندي 50 سنة هعملها زي إيه؟ ما مش عايز بقى أتكلمها عشان طب إنت علاقتك 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 دلوقتي بحسام غالي ورمضان الصبحي تحديداً حسام غالي أنا من طبعاً من ناس اللي بعشقاً من قبل ملعب درجة أولى لأن ده من 2006 بقى بطفرج عليه وكده أو حتى في منتخب الشمع كان شاو جريب من الناس اللي تاخد العقل في الكورة طبعاً أنا علاقتي معها خلصت بعدها على طول كنا في تجمع منتخب وخلصت في ساعاتها يعني حتى هو قال لي أنت نزلت أنت قلت له على أكسن بلا أنا مكنش قز إنت خالص يعني أنا خبطت فيك كده أنا ما عرفش أن قال لك إيه ساعتها لما تقابلته في المنتهج أنا دهل قال لي تعالي إيه اللي أنت عملته ده قلت له أكسن بلا أنا ما قز إنت يعني أنت مديني دهرك وأنا جاي ببجري كده مش شايف فروح تخبط فيك فهو من الناس اللي أنا محببه المواقفة على رمضان الصبح برضو من المواقف اللي أنت مش حاول تكررها لا أقررها لما دي اللي أنا بقول لك لو مثلا لو بقى عندي مئة سنة وفي نفس المواقف أقررها طبعا دي بقى كده يعني أقول لك يعني عايس لك سؤال لو أنت دلوقتي معاك مجموعة ناشئين تمام وشباب بتدربهم وحد استفزك خلينا منطقيين حد استفزك بتقولي الناشدة حد استفزك على فكرة على فكرة أولا السفزاز ما كانش ليه أنا هي يعني أنا كانت الكورة دي مثلاً كان مثلاً رمضان وقف بعيدة عني متاع 15-20 متر مش معي أنا خالص أنا سوفت اللقطة دي فأنا جريت عليه يعني أنا مش جنبي وبعد كده أنا روحت واخد المواقف لا أنا خدت حتة سبرينت كده على 15 متر أو 20 متر عشان أعمل اللي أنا عملته دي فدي من الحاجات اللي أنا شايف أن ما ينفعش حاجة تعمل تحاول تهين بيها نادي زمانك أو نادي الأهلي ما ينفعش يعني بس أنا سألتك سؤال لو أن دلوقتي قاعد في محاضرة هدريبية مع مجموعة من الناشئين طبعاً وقلت لهم لو حد استفزك أو استفز النادي بتاعك على فكرة هتقول له يبقى عندك رد فعل معاه ولا هتقول له لأ كابتن حسام جالي عمل إيه بعدها أه هعنف رمضان وكان ده اللي هيحصل بالزبط مع أي ناشئ كان هيحصل من نادي زمانك لو حب إنه هو يعمل كده مثلا قدام نادي إحنا عايز تكسب كورة يعني نكسب في الموتش يعني صح إنما برا بعيداً الحاجات دي هتعمل تعصب زي أنا تعصبت وهتلاقي مثلا جمولنا زي كتعصب وجمولنا دلالي ما بيحبنيش عشان خاطر أنا عملت المواكف دي وكده صح أنت هتقولي اللعيب ما تعملتش أنت أصلاً مواكف بستفزي عشان ما يحصلش اللي حصل ده كله صح صح